السياسة دنيا كبيرة وعالم تاني خالص فيها المبادئ المجردة اللي بينطلق منها السياسيين مهما اختلفت توجهاتهم ومهما هم نفسهم خانوا مبادئهم بس محدش بينكر ان فيه شق نظري في السياسة هو الاطار العام بتاعها يعني الاسلامي مثلا عنده قيم بتحكمه منها الشريعة والعدالة والولاء والبراء وهكذا والشيوعي او اليساري مثلا عنده مبادئ ورضو منها العدالة الاجتماعية والصراع الطبقي والمساواة والليبرالي برضو عنده مبادئ وقيم منها الحرية الفردية والتنافس التجاري الحر واكذا لكن دايما فيه سياسة على الارض ومعناها انك تحاول توفق بين المبادئ المجردة بتاعتك وبين الواقع وسروطه وضغوطه ومعادلاته والواقع بيقول ان العالم فيه صراع بين قوة كتير وان فيه قوة رئيسية في العالم مسيطرة لغاية دلوقتي وان كل دول العالم بلا استثناء تقريبا بتلعب سياسة من خلال معادلات موجود فيها الدول الكبرى دي وطبعا اقوى دولة في الفيلم ده كله هي امريكا اللي كان فيها مؤخرا انتخابات الرئاسة بتاعتها واللي عملت جدل ودوشأ تقريبا ما عملتهاش اي انتخابات خلال العقود اللي فاتت لغاية التمانينات من القرن اللي فات كان العالم فيه قطبين رئيسيين كبار زي ما كلنا عارفين امريكا والاتحاد السوفيتي الاتنين دول كان بينهم صراعات كبيرة في كل شبر في العالم تقريبا وامريكا نجحت مع الوقت انها تستنزف موارد الاتحاد السوفيتي لغاية ما تفكك وانهار بعد ما كان امبراطورية ضخمة جدا ممتدة من حدود الصين في الشرق لغاية قلب اوروبا في الغرب من ساعتها وامريكا مستفردة بالعالم وبيسموها القطب الاوحد صحيح ان فيه ملفات واوضاع كتير امريكا فيها لقيت نفسها مضطرة تنخ شوية للدولة دي او الدولة دي زي روسيا مثلا وصحيح ان امريكا بتواجه منافسة اقتصادية شارسة من دولة زي الصين وصحيح ان امريكا نفسها عندها ازمات ومشاكل واخرها ازمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الامريكي لكن الواقع بيقول ان امريكا حتى الان دولة مهمة جدا وإديها في كل ملف على ظهر الكرة الارضية تقريبا وده رصد للواقع مش انبطاح ولا استسلام للهيمانة الامريكية خد عندك واقع تاني مهمة جدا وهو ان امريكا مزروعة زرعة في العالم الاسلامي والعالم العرب عندك مثلا اسرائيل اللي هي بنت امريكا واللي امريكا بتزبط كل اوضاع الشر الاوسط عشان اهداف رئيسية اولها الحفاظ على امن اسرائيل وده اللي بيعلنوا كل الساسة الامريكان طول الوقت وخد عندك دول الخليج اللي كلها بلا استثناء دايرة في الفلك الامريكي ودول الخليج نفسها مش بتنكر دا بل بالعكس كل ما امريكا تشاور وتقول انا عاوزة فلوس دول الخليج بتدفع اللي امريكا عاوزها بدون نقاش وعندك كمان ملفات تانية زي الوضع في مصر مثلا اللي هو بيتأثر تماما بالوضع في امريكا يكفي ان الجيش المصري نفسه بياخد معونة سنوية ضخمة من الامريكان من ساعة معاهدة السلام مع اسرائيل واسلاح الجيش اغلبه امريكي وتدريب الجيش امريكي وقيس بقى على الخليج ومصر كل دول العالم تقريبا حتى الدول اللي فيه عداء صريح او بتقول انها في عداء مع امريكا مفيش دولة عندها رفاهية انها طلع امريكا من حسابتها او تتجاهل الوضع داخل امريكا حتى ايران الدولة اللي بيطلع منها اكتر تصريحات بتهاجم امريكا وبتتهمها انها الشيطان الاكبر ايران نفسها استفادت من الوضع الداخلي الامريكي وعملت اتفاقية بخصوص الملف النووي الايراني مع اوباما بعد كل اللي فده اظن المنطق والعقل بيقولوا ان الوضع في امريكا بالضرورة بينعكس على الوضع في العالم العربي والاسلامي والعالم ككل يعني هل ينفع بقى يطلع لك حد محنك ويقول لك احنا بلنا بالانتخابات الامريكية وليه نشغل نفسنا بانتخاباتهم اظن الواقع هو اللي بيجاوب على السؤال ده والواقع احنا شرحنا دلوقتي تعالى بقى للي بيتخنقوا في امريكا او الطرفين اللي بتحصل بينهم انتخابات لاختيار الرئيس الامريكي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري اي حد ارى مقالتين مش كتابين عن الوضع في امريكا وعن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري عارف حاجتين الحاجة الاولانية ان امريكا دولة مؤسسات وان فيه استراتيجية كبيرة للسياسة الامريكية في كل مكان في العالم والاستراتيجية دي لها سوابت من اهمها زي ما قولنا في الشرع الاوسط حفظه امني اسرائيل وان مهمة اي رئيس امريكي يحكم البلد هي انه ينفذ استراتيجيته دي بطريقته وبفكره وبادواته وبرؤيته لمتطلبات الاستراتيجية دي الحاجة التانية هي ان الحزبين الديمقراطي والجمهوري بينهم اختلافات واضحة جدا في ملفات كتير وبالصدفة الملفات دي بتأثر على العالم كله والعالم العربي والاسلامي بالذات يعني مثلا الجمهوريين رأس ماليين بوحشية وشايفين ان الاغنياء هم احباب الله وهم اللي لازم يتسخر عشانهم كل حاجة وعشان كده الاولوية عندهم دايما للشركات المالتي ناشنال العابرة للقارات اللي مسيطرة على الاقتصاد العالمي واللي بترفع اسعار كل حاجة في العالم وفي المخابل ما بتدفعش ضرائب كفاية جوه امريكا ولا حتى بره امريكا والغريب بقى ان عدم دفع الشركات للضرائب او عدم دفعها لضرائب كبيرة هو دايما جزء من البرامج الانتخابية للرؤساء الجمهوريين زي جورج الاب والابن ودونالد ترامب الجمهورين كمان تقدر تعتبرهم مضيين لاسرائيل على بيض وعشان كده ناتنياهو كانت احلى سنين حياته السنين الاربعة بتوع ترامب الديمقراطين بقى رغم ان هم كمان مؤيدين لاسرائيل ورغم انهم كمان رأسماليين بس دعمهم لاسرائيل دايما بيمشي معاه بالتوازي محاولة لايجاد حل يخفف الاحتقان اللي عند العرب شوي على العرب حل للقضية الفلسطينية الا اذا شاركوا فيه زي ما حصل ايام بيل كلينتون لما خل الاسرائيليين والفلسطينيين يدخلوا في جوالات مفاوضات طويلة الفرق الابرز والاوضح دايما بين الجمهوريين والديمقراطيين هو ان الديمقراطيين ميلين دايما للضغط على حكومات الدول المستبدة لرفع سقف الحريات العامة وحرية التعبير ومحدش في تاريخ الديمقراطيين مثلا اعلن انه بيدعم حاكم مستبد زي ما عمل ترامب مع السيسي وقال عنه انه ديكتاتوره المفضل وطبعا كلنا تابعنا خلال الحاملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي اللي فاز في الانتخابات الحالية جو بايدن انه مش هيسيب السيسي يعمل اللي هو عاوزه زي ما كان بيحصل زمان ايام ترامب يعني من الاخر كده محدش فينا ولا في اي مكان في العالم عنده رفاهية انه ياخد جنب ويقعد مطنش اللي بيحصل ويقولك ملناش دعوة بالذات لو هو هربانا منه خالص بقى ومن انصار نظرية ان الديمقراطيين زي الجمهوريين وانه كله حاجة واحدة وما فيش فرق والحقيقة يعني بشكل ما الاخ ده مع حق هو فعلا ما فيش فرق واحد ده في فرق كتير وبعدين يا رجل ده القرآن ذات نفسه اشفق على المؤمنين لما اصابهم الحزن بسبب انتصار الفرصة على الروم في احد المعارك ونزلت من السماء ايات بتطمن المؤمنين ان الروم هينتصروا بعد بضع سنين علما بان المؤمنين نفسهم حرب الروم بعد سنين من الواقع دي لكن الفرق بيننا وبين المؤمنين الاوائل ان هم كانوا عايشين في الواقع وفاهمينه وشايفين الجغرافيا السياسية حواليهم بتتغير ازاي لانها بتأثر عليهم هم عارفين ان انتصار الفرص اللي هم لعدو الطبيعي الازل للعرب هيأثر عليهم ده من ناحية ومن ناحية تانية الحرب العالمية لدايرة دي هتهد الاثنين الفرص والروم وهتخلي فيه مجال ان قوة جديدة تظهر على الساحة السياسية تاكلهم هما الاثنين وده اللي حصل فعلا عشان كده القرآن الكريم نزل يطمنهم ويبشرهم طب ايه علاقة ده بواقعنا النهاردة يعني فوز ترامب او بايدن يفرق معانا ايه ما تيجوا نشوف لو نفتيكر كده من يجا ربع سنين ان هم مش عارف ليه تحسهم عمر تاني فترة طويلة قوي يعني من ترامب كان تقيل قوي على قلب الكوكب اول زيارة خارجية لترامب تقريبا كرئيس امريكا كانت لي فين طلع عالسعودية ورأس بالسيف وحسس عالكورة السحرية الصورة المسخرة اللي شاركه في بطولتها الملك سلمان والسيسي الزيارة دي والخطاب اللي ألقاه فيه كانوا بيعبروا عن التوجه اللي يستمر مع ترامب طول فترة رأسته التوجه اللي بيقول ان ترامب بيقدم القوة والبلطاجة على الدبلوماسية والتفاهم وانه هو الانسان مش أولوية عنده ولا لها أهمية وانه ما عندوش مشكلة يتعامل مع الحكام المستبدين والمنقلبين والفاكن كيلرز لكن النهاردة المشهد السياسي في الكوكب بيتغير تماما بعد ما ترامب أخذ الصابونة وسقط في الانتخابات الرئاسية وبالرغم من ان عدد كبير من قادة الدول في العالم كانوا بيتسبقوا لتهنئة جو بايدن بالفوز بالانتخابات وعلى رأسهم طبيب الفلسفة ذات نفسه البلح اكتاتور المفضل لترامب اللي كان حسب سين إن أول رئيس في الكوكب يهني بايدن بالفوز بالرغم من ده كله كان في مجموعة قادة كده واخدين جنبه وامطين وعملين نفسهم مش واخدين بالهم إن في انتخابات بتحصل في أمريكا أصلا وكان على رأسهم السعودية اللي ترامب راح عمل فيها عمره أول ما فاز بالرئاسة وحلابهم حلب بعدها وتقريبا الملك سلمان وابنه قاعدوا يوم كامل بعد علان نتائج الانتخابات قبل ما يبعتوا تهنئة رسمية من تحت الدرس كده لبايدن قال لك نستنى إنك ترامب يقطعوا بالمنشار ويدوبوا ولا حاجة وتبقى المشكلة تحلت بس ما تحلتش فاضطروا يبعتوا تهنئة لأنهم عارفين وفاهمين كويس إن تغيير الإدارة الأمريكية واتجاهاتها السياسية هيأثر بشكل كبير على حظوظهم سياسيا بايدن ممكن جدا يعيد فتح سكة المفاوضات النووية مع إيران عدو السعودية اللادول بعد ما كان ترامب لغاه وممكن يدعم الاتجاه اللي في الكونجرس اللي بيطالب بتأليل دعم أمريكا للحرب اللي بتقودها السعودية والإمارات في اليمن وغير كده كمان مستشارين بايدن أعلنوا بوضوح إن أمريكا تحت قيادة بايدن هتعيد تقييم علاقاتها مع السعودية ومصر وده هيتضمن طبعا الضغط لإعادة فتح التحقيقات في مقتل الصحف السعودي جمال خاشقجي ترامب اللي كانت أولويته هي إن السعودية تفضل تشتري أسلحة من أمريكا كان هو اللي بيحمل مملكة من وجع الدماغ بتاع الكونجرس لكن بايدن طبعا مش هيعمل كده عشان كده غالبا السعودية هتقدم شوية تنازلات زي الإفراج عن بعض النشاطاء السعودين المعتقلين مثلا لسه روسيا وكوريا الشمالية والصين ما علقوش على فوس بايدن واللي بالرغم من إنهم كانوا مختلفين مع ترامب في بعض المجالات اللي إنهم برضو استفادوا منه في مجالات تانية عودة بايدن للبيت لابيض بعد 8 سنين كنائب رئيس لأوباما غالبا هيعيد التحالفات الدولية التقليدية بتاعت أمريكا وهيكون الالتجاه العام يعني ناحية عدم دعم الانتهازية السياسية دوليا عشان كده غالبا روسيا والصين وكوريا الشمالية هيتنكد عليهم بايدن ممكن يكمل المفاوضات النووية اللي بدأها ترامب مع روسيا بس هيبقى وقف لهم دايما زي العقدة في المنشار في كل حاجة مش لطيف معهم زي ترامب ده غير النوارد إن بايدن يفرض عقوبات على روسيا بسبب تدخلها في السياسة الأمريكية عشان كده روسيا من أولها كرها بايدن عاما لأنهم عارفين إنه هينكد عليهم بايدن كمان أعلن عن خطة لاستضافة قمة دولية من أجل الديموقراطية القمة اللي هتجمع قيادات دول كتير بتفكر بنفس التوجه الحاجة اللي هتنكد أكيد على كل الفاكين كيلرز في العالم وسواء القمة دي أو غيرها من الخطط نجحت أو لا بس هي أكيد في كل الأحوال هتنكد على كل الحكام المستبدين بعد ما كان ترامب واخدهم على حجره ده حتى ناتنياهو في إسرائيل هيتنكد عليه خصوصاً وإنه كان معارض لمبادرات أوباما زمان تجاه إيران طبعاً لسه بدري قوي إنه إحنا نقدر نخمن بايدن رايح فانه سكة بالزبط خصوصاً إنه لسه عندهم هم ما يتلم جوه أمريكا نفسها يشغلوا عن الملفات الخارجية وبالذات تنظيف العك اللي عمله ترامب في إدارة أزمة الوباء وهنا لازم نرجع للقاعدة أو الفكرة اللي قلناها في الأول واللي هي إن السياسة النظرية غير السياسة اللي على الأرض على الأرض أنت لازم تهتم بالأمر الواقع وتعترف به وتتعامل معه وتستفيد منه وتلفه وتدور عليه وتنوره لأنه هيفشخك لو ما عملتش كده ومش هيسيبك وما ينفعش أبداً إنك تسيب نفسك للأوهام والأفكار اللي مش نطجة واللي أسبابها نفسية بس وما فيهاش عقل ولا منطق وبتحارب طواحين الهوى زي ما إعلام السيسي عمل لما طلع يدفع عن ترامب ويروجله ويعمله دعاية كأن المواطن الأمريكي هيسيب سي إن إن وفاكس نيوز ويتفرج على سي بي سي وأكسرا نيوز المصرية ومعه محمد موسى والديهي وأبو البازابيس ولأن إعلام السيسي لازم يحشر الإخوان في أي جملة مفيدة أو غير مفيدة عشان يتهم أي حد بيعرضه إنه إخوان فأول حاجة عملها إعلام السيسي بعد ما أصبح فوز بايدن أمر واقعي هو أن يقول للإخوان اللي هم أصلا فأضعف حالتهم حاليا وتقريبا منهمش وجود يقول لهم ما تفرحوش قوي الزمن غير الزمن واللي حصل في 2011 مش هيتكرر في 2020 ما أنت ممكن تقول لهم هم كانوا مع الأمريكان الأمريكان بقى هيجوا اللي هو الوهم الكبير الذي تعيشه هذه الجماعة الإرهابية الآن إنه جو بايدن ده هيجي بقى كده يسفينة نوح يركب الإخوان في السفينة ويرجعهم مصر تاني بالسلام هذا ده وهم كبير جدا ليه وهم كبير؟ ده الكلام أو دي الرسالة اللي إعلام السيسي حاب يوجهها لكل اللي بيعرضوه بعد ما أصبح فوز بايدن أمر واقع تقريبا لكن قبلها بساعات وأيام كان الوضع مختلف كان في دفاع شديد عن ترامب وهجوم شديد على بايدن بحجة أنه ترطور لأوباما وطلع الحكيم الروحاني عماد أديب يقول كده بصراحة النفوس ترامب من مصلحة الدول العربية بالذات فمن هنا دونالد ترامب مفيد ممكن ما يكونش مفيد لشعبه وشعبه هو الذي يختار أي رئيس يريد لكن بالنسبة لنا نحن في المنطقة نحن لا نحتاج إلى مرة أخرى أن يكون الحزب الديمقراطي الذي خططف من قبل اليسار يعني إذا جاء بايدن علينا أن نبشر بتدخلات وربيع عربي مضروب في عشرة مرة أخرى في العالم العربي أيها بقى عماد إر واعترف أن القصة مش بايدن ولا ترامب القصة هيخفكم من أن الشعوب تقوم تاني وأن يحصل ربيع عربي تاني مش بس كلام عماد أديب اللي كان بيعبر عن الهيستيريا اللي أصابت إعلام السيسي بسبب مؤشرات فوس بايدن في الانتخابات الأمريكية حمدي رزق كمان طلع يولول ويقول أن فوس بايدن في الانتخابات الأمريكية هيكون ناكبة على مصر وكرر اتهمات الإعلام السيساوي لبايدن أنه ترطور لأوباما واستبني الهيلاري كلينتون أنا شخصيا شايف أن جو بايدن هيكون ناكبة على مصر وأن نفوزه هيرجعنا لمربع كنا غادرناها وأن نفوزه هيكون دعم للأصوليات الموجودة في المنطقة ومنها مصر وشايف أن وجود بايدن هو عبارة عن تعبير باهة لهيلاري وتعبير أكثر سخافة لأعتقد لأوباما وبالتالي هو مش استبني بس لأده ترطور أوباما استبني هيلاري حالة الإنكار والصدمة اللي كانت سيدة في الإعلام المصري كانت زروتها في التفسير اللي قدمه أحمد موسى لأسباب هزيمة ترامب الراجل ولا فرق مع عنصرية ترامب باتجاه الأمريكان من أصول أفريقية ولا قراراته الاقتصادية لدخالة الأمريكان في معاناة مريرة ولا الرعاية الصحية اللي عاوز ينسفها لا أحمد موسى شايف أن كورونا بس هي اللي سببت في هزيمة ترامب ترامب خسر انتخاباته بسبب كورونا عنده ملايين الناس قاعدوا في بيوتهم ملايين عنده 30-40 مليون قاعدوا في البيوت وده كان جزء من الإغلاق كان جزء من المشاكل اللي تعرض لها ترامب عدم اللي هو استسهال أو تقليل من خطورة هذا الوباء انبارح أمريكا 120 حالة إصابة هو مش الحقيقة الكورونا اللي تسببت في هزيمة ترامب إدارة ترامب لملف كورونا اللي خلت أمريكا من أكتر الدول اللي متنيلة ب60 نيلة بسبب كورونا أما عمر أديب بقى ولأنه فكر نفسه أزك إخواته لما لقى فوز بايدن بقى أمر واقع طلع يفرقع البلالين بتاعت الناس الفرحانة في فوز بايدن وقال لهم مال يا أخوة منك ليه مال يفوز يفوز بايدن يفوزه ماله ولا يفرق معانا إحنا أقوية وكباره هنتعامل مع الموقف لأن العلاقات بيننا وبين أمريكا واسعة ومتشعبة هي من ناحية واسعة هي واسعة عمر أرجوكم يا جماعة لا تبخصوا حق مصر يعني ما حد يجي يقول لي يا نهرب يا ده بايدن ما ييجي بايدن ييجي بايدن وتيجي كمالة ولا كاملة زي ما بيقول عليها كمالة تيجي هي كمان ويأتوا جميعا وينوروا مصر ويبقى في بيننا علاقات واضحة وفي بيننا كل شيء هذه هي السياسة في العالم يا جماعة أن تذهب أنظمة وتأتي أنظمة وقدرتك كسياسي بارع أو إدارة سياسية بارع كيف تستطيع أن تضع شروطك كيف تستطيع أن تبين للطرف الآخر المصالح المشتركة إنما الوهم بقى أصدق إلهام عمر كسب تيناج فالإخوان يحكمه الإخوان لو عرفوا هم يجيبوا الحكم في أمريكا كانوا عرفوا يجيبوا في مصر مش بس كده ده عمر قديم طالع على ما يبدو يهدد الأمريكان ويهدد الفرحانين بفوز بايدن بالتحالف الموجود بالمصر والسعودية والإمارات وإن التحالف ده مصدر قوة مش هيفر معا بايدن أو غير بايدن يفوز في الانتخابات الأمريكية وارجع تاني وفكرك التحالف بتاعك أنت والسعودية والإمارات في 2013 هو اللي عمل حائط صد حائط الصد ده ما زال موجودا العلاقات المصرية السعودية الإماراتية علاقة عبد الفتاح السيسي بمحمد بن زايد بمحمد بن سلمان في النهاية بتعمل حائط صد جيد جدا في المنطقة فأرجوكم هذه الطريقة من الهلعة والخوف وعلى فكرة اللي بيشعل الحكاية دي طبعا السقة اللي بيتكلم بها عمرا قديم كمان هي مجرد بلونة ممكن تفرقع في وشه بسهولة جدا لما يفتكر أن الأنظمة اللي تكلم عنها دي بالذات هي أنظمة تابعة بشكل كامل لأمريكا وأن فكرة ينجح اللي ينجح دي مجرد بقين كده هو نفسه أكيد مش مصدقهم لأن لو كانت القصة كده ولو كان مش فارق مع السيسي والحال في الوراء مين اللي يحكم أمريكا ليه السيسي جاري على طول بمجرد ما المؤشرات قالت أن بايدن هو اللي فاز في الانتخابات الأمريكية وهنا بالفوز أظن محدش في العالم ولا في أي دولة عربية أو إسلامية يقدر ينكر بثقة أن كل الأنظمة بتاعتنا تابعة لأمريكا وأنها حريصة على رضاها عشان كده وزي ما الناس اللي بتساوي بين بايدن وترامب بتقول أنه مفيش فارق باللاتنين زي ما الناس دي غلطانا فبرضو المخدرات اللي بيروجها إعلام السيسي لما يقول أنه مش فارق معانا مين اللي يفوز بايدن ولا ترامب هي كمان واهم وغلق واللي بيقولوها هم أول ناس مش مصدقينها وطول ما احنا بتحكمنا حكومات وأنظمة تابعة ومش مستقلة هتفضل الانتخابات الأمريكية كل أربع سنين مصدر ألأ للحكومات والمعارضين لها على حد سواء ونشوفكم على خير إن شاء الله